حنكة جلالة الملك وإشعاع مملكة شعار ندوة نظمتها النيابة الإقليمية لقدماء المقاومين وعضاء جيش التحرير بسلا بشاركة مع الجمعية المغربية للموطنة والدفاع عن الوحدة الترابية ندوة تناولت مستجدات قضيتنا الوطنية أحمد العلوي وياسيم رافق تسعى هذه الندوة إلى التوقف عند آخر المستجدات بخصوص تطورات القضية الوطنية واعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المملكة المغربية على آراضيها بالصحراء المغربية والذي يعد نجاحا كبيرا للديبلوماسية المغربية نتمين المجهودات الجبارة والنجاح الباهر للديبلوماسية الموازية وفقا للتوجهات ذي الجلالة الملك نصر الله واعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء وتوجت هذه الندوة بتوقيع بيان لأسرة المقاومة التي عبرت فيه وبركت فيه السياسة الرشيدة لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وعبرت على افتخارها بمجهودات القوات المسلحة الملكية قرار يشكل تحولا هاما في مصار النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية ودعما لمقترح المملكة المغربية القاضي باعتمال الحكم الداتي كحل جد وواقعي وعادل ودى مصداقية لهذه القضية ترجمة نانسي قنقر